بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درس جديد في مادة الدراسات الأدبية لصف الثالث الثاني كنا قد تحدثنا في الدرس الماضي عن معلقتين طرفة وعن تر من شدات قبل ذلك إذا تحدثنا عن المعلقة تبرئ القيس وعرفنا أيضا كيف أن المعلقات تبدأ بالوقوف على الأطلال والغزل ثم يستحضر بعد ذلك فيها الوصف أو يتحدث فيها عن وصف الرحلة ووصف الناقة ووصف الفرس ثم الغرض الذي يريد أن يتحدث عنه في المعلقة حدثنا عن طرفه كيف أنه كان شاعرا مجيدا بالرغم من صغر سنه وكيف أنه أصبحت أيضا أغلب أبياته تجري مجرى المثل أيضا عن ترمشداد في معلقة المشهورة أيضا في قوتي وشجاعتي وكيف أنه حتى الفرسان يستنجدون به ويبدأون بطلب العون والنصرة منه اليوم نستكمل أيضا نماذج تلك المعلقة ثم سنعرف من خلال هذه النماذج خصائص أهم الخصائص التي تتعلق بالألفاظ وكذلك بالمعاني والخيال في الشعر الجاهلي طبعا يشاركوني في تقديمي هذا الدرس في لغتي الإشارة الأستاذة نسرين النصار طبعا نحن هنا في نماذج أخرى من الشعر الخنساء والأبيت ويضا سنتحدث عن خصائص الشعر الجاهلي وخصائص المعنى وكذلك خصائص الخيال والعاطفة ما زلنا في الوحدة الأولى طبعا عرفنا أيضا أن الكتاب مقسم من القسمين وحدة الأولى يتحدث فيه يحدث فيه عن الأدب القديم ووحدة الثانية يكون فيه الحديث عن الأدب الحديث بإذن الله تعالى بدأنا بالتقسيم وعرفنا كيف أنه التقسيم والحقب الزمنية العصر الجاهلي ثم أصصاد الإسلام والأموي ثم الأموي ثم العباسي ثم العصر الحديث الذي سيكون بإذن الله في نهاية هذا المنهج طبعا هنا الأدب القديم ما زلنا في نماذج من الشعر الجاهلي ما زلنا في رابع النماذج من الشعر الجاهلي عرفنا مريل القيس أو معلقة مريل القيس ثم طرفه ثم أنتر بنشداد أو أنتر بنشداد اليوم سنستكمل هذه النماذج هذا هو رابط الدرس الرقمي بإمكانك أيضا الدخول ومشاهدة هذا الدرس نماذج أخرى من الشعر الجاهلي رثت الخنساء أخاها صخر طبعا وكان قد قتل في الجاهلية الخنساء صحابية أسلمت طبعا بعد الإسلام لكن هذا الكلام أو هذه القصيدة في العصر الجاهلي وقالت فيه أروع الشعر وأعذبه واسمها تماظر بنت عمر بن بني سليم من أهل نجد وقد أدركت الإسلام فأسلمت ووفدت مع قومها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يستنشدها ويعجبه شعرها ومما قالته في رثاء أخيها هذه أشهر طبعا خنساء تعذب الشعراء التي رثت أخاها في العصر الجاهلي وعرفت أيضا أنها هي أشهر من بكت أو بكت أخا في معلقة وذكرت تلك القصيدة طبعا هي لا تعذب المعلقات وإنما قصيدة بكت فيها أو رثت فيها أخاها صخر تقول في بعض أبيات هذه القصيدة هنا كأن عيني لذكراه إذا خطرت فيض يسيل على الخدين مدرار تبكي خناس على صخر وحق لها إذ رابها الدهر إن الدهر ضرار وإن صخرا لوالينا وسيدنا وإن صخرا إذا نشتوا لنحار وإن صخرا لمقدام إذا ركبوا وإن صخرا إذا جاعوا لعقار وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار لم تره جارة يمشي بساحتها لريبة حين يخلي بيته الجار حمال ألوية هباط أو دية شهاد أندية للجيش جرار قد كان خالصتي من كل ذي نسب فقد أصيب فما للعيش أو طار تحدثي عن الفقد الكبير حتى أنها إذا ذكرت سخر قال كأن عيني لذكراه إذا خطرت إذا خطر على بالي وعلى ذاكرتي فيض هنا شبهت الدموع وسيل الدموع بالمطر الغزير فيض يسيل شدة الحزن على الخدين مدرار مدرار أيضا مستابع هذا أيضا لاحظ أنها أكثرت من صيغ المبالغة واتحدث عن ذلك فيض يسيل على الخدين مدرار يعني أنها مستابع هذا المطر وهذا الماء الغزير ثم قال تبكي خناس على صخري هي تبكي طبعا هذه البكاء وحق لها في تذكر ذلك إضرابها الدهر هنا طبعا في عصر الجاهلي لم تسلم بعد هنا أوعزت أن هذه المصيبة هي للدهر وأن الدهر هو الذي هو السبب في تركها المصيبة في الدهر دائما لا يأتي إلا بالسوء كما كانت فيه لأن هذه قصيدة جاهلية ثم بدأت تذكر أهم صفاته وتمدح وعادة في الرثاء يذكر المحاسن هذا الميت وأهم الصفات التي فيه ويمدح فيه ثم قالت وإن سخر الوالينا هو الوالي وهو الزعيم وهو السيد وهو القائد وإن صخرا إذا نشتوا لنحاروا أيضا هنا نحارا على صيغة على وزن فعile صيغة مبارغ moi يعني كثير النحر دليل على شدة كرمه ولاحظ هنا قالت وإن صخرا إذا نشتوا نشتوا معنى أن ندخل فصل الشتاء وهذا دليل على شدة كرمي حتى في فصل الشتاء والعادة أن حتى الكريم فصل الشتاء يقل كرمه قليل لأنه فصل الشتاء أيضا تقل فيه الموارد والمؤونة همeral ذلك هنا أنا أقول حتى فصل الشتاء هو يكثر نحر الإبل معنى أنه يكرم ضيوفه كثيرا ثم قالت أيضا أن صخرا لمقدام مقدام أنه دائم يتقدم إذا ركبوا في حال الحرب إذا ركبوا على خيولهم في حال الحرب والمعارك فهو دائما ما يكون قائد لهم ويتقدم تلك الجيوش وإن صخرا إذا جاعوا لعقار لاحظ هنا عقار والبيت السابق قالت نحار أيضا العقر هنا عقر النوق والنحر هنا نحر الإبل هي تقول وإن صخرا لمقدام إذا ركبه يتقدم الخيل وإن صخرا إذا جاعوا لعقاروا إذا جاعوا إذا جاع قومه فإنه لا يهتم سواء بعير أو ناقة فهو يكثر حتى عقل النوق بمعنى هذا أنه يهتم بقومه اهتماما كبيرا جدا لدرجة أنه حتى النوق مع أن النوق لم تكن عند العرب تعقر كثيرا أو تقدم للضيوف وإنما هو يقول هي تقول أنه حتى لو جاع قومه فإنه يعقر حتى الناقة ثم قالت وإن صخرا تأتم الهدات به الهدات الذين يعرفون الطريقهم أيضا هو قائدهم هو الذي دليلهم شبهته بماذا كأنه علم في رأسه ناره جبل كبير ضخم لاحظ هذا الجبل في ضخامته وكبره أيضا فوق رأسه نار فإنه يدري على الناس تراه من كل مكان فهو مثل هذا الجبل في أنه معروف عند الناس ويدري على رجاحة عقله كأنه علم في رأسه ناره ثم أيضا من صفاته أنه لا يختلي أو لا يعني يرى في مكان يشك به لم تره جارة يمشي في ساحتها يعني أنه يحفظ حق الجيران وخاصة النساء ولا يعترض لهم حتى لو لم يكن الجار غير موجود فهو أدعى طبعا إلى إذا كان في نفسه شك أو ريبة ويقول لم تره جارة يمشي في ساحتها لريبة حين يخلي بيته الجار حتى لم يكن أحد هناك في الجار وأيضا ذكرت هنا اجتمعت فيه أكثر من صفات حمال ألوية أيضا حمال الوزن الفعال دري على كثرة الحمل لواء الحرب أيضا دري على كثرة الحروب حمال ألوية هباطوا أودية دري على كثرة الرحيل هباط الوزن الفعال كذلك أودية يكثر الرحيل والترحال شهادوا أندية أندية مكان اجتماع القوم أيضا يكثر من الجلوس في مجالس القوم للجيش جرار مقصد معناها أنه قائد فهو يقود الجيوش يقود الجيوش فقد كان خالصتي في البداية البترة أخير ذكرت يقول أنا استخلصته هو الأب وهو الأم وهو الأخ هو الذي من كل الذي ينسب هو أصبح لي المقدر فقد أصيب وكأنها تتحسر على إصابته وعلى موته فقد أصيب فما للعيش أو تردخل ما الفائدة من حياتي بعد إصابته لأنه قد استخلصته لنفسي من كل نسبي طبعا هنا قرأنا الأبيات بعض المفردات شرحناها ثم سنذكر شفهيا عن بعض الأسئلة ماذا تعرف عن خنسة أنها صحابية وأنها أسلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليها ويقول هيه يا أخوناس معنا زيديني من شعرك وأيضا مات لها أربعة أبناء في معركة القادسية طبعا لم تقول قصيدة ولم تقول شعرا لكنها قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وأسأل الله أن يجمعنوا بهم في مستقر رحمته يعني أنها بعد أن إسلامها لم تقول شعرا وإنما يعني بهرت كما بقية العرب بهروا بالقرآن وذكروا وتدارسوا الكناية الموجودة في البيت قبل الأخير حمالوا ألوية هباطوا أوذية شهادوا أندية لجيسي جرار هنا حمالوا ألوية أيضا ما الكناية الموجودة في البيت الأخير وقبل الأخير بمكانك أيضا تستخرجها قبل أن نذكرها تتجلى أيضا في هذه القصيدة العاطفة حزينة صادقة تحدث عن عاطفة الخنساء في هذه الأبيات ذاكرا ألفاظ التراكيب التي توضح تلك العاطفة عاطفة الخنساء حزينة هي تعد أشهر من بكت وكيف أنها بكت وإضا قصيدها حتى النبي كان يعجب بشعرها وكان يستزيدها من ذاك الشعر هنا طبعا في رابها طبعا في بعض المفردات رابها سبب لها الأذى نحار كثير الذبح للضيوف هنا حمالوا ألوية هنا مقاتل شجاع في بعض الكناية طبعا هنا طبعا لما ذكرنا وضح الكناية الموجودة أو حمالوا ألوية هنا كناية عن قائد الجيش حمال ألوية دليل عنه على القائد كذلك هباط أودة كناية على أنهم مقدام لا يهابوا شيء يعني في كثير الترحان أيضا يهبط الوادي الوادي هو أدعي للخوف ولكنه هو مقدام دليل على أنه مقدام هنا كناية عن الإقدام والشجاعة شهادوا أندية كناية على أنه من رؤساء القوم أو أصحاب الكلمة أنه دائما ما يشهد أنه وادي هو مكان الاجتماع هو دائما ما يحضر تلك الأندية مع أنه هو الذي يقودهم وهو صاحب الرأي الراجح للجيش الجرار هنا كناية عن جرأته وعن جره للجيش وأنه دائما ما يقود في خوض الوغى هو الذي يقود الجيوش دائما في خوض الحروب والمعارك تتجلى هذه القصيدة عاطفة حزينة صادقة قلنا نتحدث عن عاطفة الخنسة في هذه الأبيات ذاكرا بعض الألفاظ والتراكيب حد للنص واتحدثا واذكر بعض الألفاظ والتراكيب وتوضح تلك العاطفة ونقول هنا العاطفة حزن بالتأكيد أنها عاطفة حزينة لأنها تحدث عن فقدها وشدة فقدها في الصخر وإيضا لاحظ حرف الرأة مناسب نبرة الحزن وكان فيه شيء من البكاء فأبدعت شاعرة في ذكر تلك القصيدة وفي ذكر هذه العاطفة فهنا يقول ألفاظ التراكيب يدل على الحزن تبكي خناس فيض يسيل شبه الدموع وكثرت الدموع بأنها مطر غزير يسيل على الخدين مدرار مستابع أيضا من شدتها ثم قالت أيضا قد كان خالصتي من كل ذي نسب فقد أصيب فما للعيش أو طار وكأنها أصبحت حياتها بلا فائدة وبلا معنى وبلا هدف بعد شدة فقدها وهذا أيضا تبين يعني سبب فجيعتها القوية من لفقدها لصخر هنا نموذج آخر من الشعر الجاهلي لبيد بن ربيع لبيد بن ربيع طبعا رضي الله عنه هو أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم حضر طبعا مشاعر مخضرة في الجاهلية وفي الإسلام يعد من أصحاب المعلقة طبعا هنا هذه معلقته أو جزء من المعلقة مفتخرا هنا يفخر بمناقب قومه يتحدث فيها عن قومه سنقرأ النص ثم سنعرف ما الأهم من المناقب التي يتحدث فيها في أولبيد يقول من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمامها لا يطبعون ولا يبور فعالهم إذ لا يميل على الهوى أحلامها فاقنع بما قسم المليك فإنما قسم الخلائق بيننا علامها وإذا الأمانة قسمت في معشر أوفى بأوفر حضنا قسامها وهم ربيع للمجاور فيهم والمرملات إذا تطاول عامها ونتحدث فيه عن قومه ويفخر بمناقب قومه ويفخر بقبيلة وإذن لما تذكرون تحدثنا عن أغراض الشعر الجاهلي وقلنا أن هناك أيضا الشعر الانفرادي والشعر أيضا يتحدث فيه عن مناقب القبيلة ويتحدث عن حسنات القبيلة ومناقبها يقول أنا من معشر سنت لهم آباؤهم من كل يعني معنى أننا نسير على سنة آبائنا وأجدادنا ولكل قوم سنة إمامها نحن أيضا لنا قائد ولنا إمام هو الذي نسير على خطاه لا يطبعون ولا يبوروا فيه لا يخرجون ولا تخرج منهم الشيء الغير حسن إذ لا يميلوا على الهوى أحلامها معنى أن الأحلام هنا العقول فالهوى مقصود به العاطفة فلا يطغى تطغى العاطفة على العقل أو لا يطغى الهوى هو النفس على العقول بل العقول هي الأرجح نحن في قومنا فنحن دائما نحكم العقل يقول فقنع بما قسم الملك ويقول أننا نحن الله قد اختارنا في قبيل أو نحن قومنا وقد اختارنا الله وكأن الله هو الذي قسم تلك الأرزاق وجعل لنا الحظ الأكبر أو القسم الأكبر نحن قالوا إذا الأمانة قسمت في معشر حتى الأمانة لو أراد أحد يقسمها فأننا سنكون لنا الحظ الأكبر والأوفى والأكبر دريع على أننا يعني في شدتنا وأننا نكثر من الأمانة فيمدح قومه يذكر أيضا أهم صفاتهم ثم يقول وهم ربيع للمجاور فيهم كانت القبائل الضعيفة القوية تغزو الضعيفة وتغير عليها لكن يقول القبيلة الضعيفة كانت تستنجد بالقبيلة القوية بالمجاورة بمعنى القبيلة التي بجوارها فأنها تحميها أيضا قبيلة إذا كانت قوية ويقولنا أن كل من أتى بجانبنا فأنه سيطمئن وسنستطيع نحن حمايته ويطمئن أيضا ولن يستطيع أحدا يهجم أو يغير عليه في الإغارة ويضا حتى المرمى الأرملة التي فقدت زوجها أو عائلها وليس لها أحد فأنها أيضا تستنجد بنا وتعرف أننا سنحميها وأننا استطيع أن نجلب لها الحياة السعادة والحياة الجميلة والمرمنات إذا تطاول عاما إذا لم تجد أحد أيضا من عائل يدافع عنها ويخدموها طبعا بعض المفردات هنا لا يطبعون لا تدنسوا أعراضهم وذلك على أيضا أننا نحفظ أعراضنا ونستطيع أيضا الدفاع الدفاع عن أعراضنا في قوته والخلائق الطباع والمعايش أيضا المرملات كما قلنا النساء التي طال احتياجهن وفقرهن وقيل أيضا المرملات التي ليس لها عائل وفقيره ليس عندها أحد يخدمها أو يستطيع أن يقوم بها فهم يقول حتى المرملات هذه الوحيدة التي ليس لها أحد فإنها أيضا تستنجد بنا ونستطيع أيضا أن نحميها حتى القبال تستنجد بنا وتستطيع أيضا نستطيع حمايتنا فإذا نجاورنا فهم لهم ربيع لهم يعني أننا سعيشون في رغد من العيش ونستطيع أحدا أن يهجم عليهم لدرجة على قوتنا وعلى منعتنا وأننا أيضا نحكم عقولنا أكثر من أهواء الهواء ومن الأحلام هنا عد إلى مراجعك التعريف بالشاعر من هو لبيد؟ عد واذكر لبيد بن ربيع طبعا لبيد بن ربيع أسلام عاش في الجاهلية وفي الإسلام وأسلام وعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لبيد بن ربيع بن مالك العامري أبو عقيل هو من هوازن قيس كان من الشعراء المعدودين واحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية من أهل عالية نجد أدرك الإسلام ووفد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعد من الصحابة لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلام على يديه ولمؤلف قلوبهم ترك الشعر فلم يقول في الإسلام إلا بيتاً واحداً طبعاً لما جاء الإسلام وأسلام ترك الشعر لأنه بوهر بالقرآن وتدارس القرآن وسكن الكوفة وعاش عمراً طويلاً وقيل أنه عاش فترة طويلة وكأنه نصفها في الجاهلية ونصفها كذلك في الإسلام انثر أبيات بسلوبك مع الناس راح راحنا بعض الأبيات ذكرنا قوم سنت لهم أسلافهم كسبت رغائب المعالي واغتنامها ثم قال ولكل سنة قوم سنة وإمامها طبعاً يؤتم به لا يطبعون ولا يبوروا فعالهم ونقول نحن قوم نأتم بإمامنا ونسير خلفه إذ لا يمين مع الهوى أحلامها لا يطبعون مع أن لا تدنس أعراضهم لا أحد يستطيع أن يغزون إننا نحن أيضاً نحكم عقولنا ولا يستطيع أحدهم مع أن لا تدنس أعراضهم بعار ولا تفسد أفعالهم إذ لا تميل عقولهم مع أهوائهم ونحن لا نتبع الهوى وإلا ما نحكم دائماً العقل أيضاً فاقنع بما قسم الملك هو يقول نحن لنا الحظ الأوفر والله سبحانه وتعالى قسم لنا ذلك وكأن الله هو الذي جعل لنا القسم الأكبر لأنه هو الذي يقسم فاقنع أيها العدو بما قسم الله تعالى فإن قسام المعايش والخلايق يريد أن قسم كل ما استحقه من كمان أو نقص أو رفعة هذا القسم وهذا الذي نحن فيه هو من الله عز وجل وهو الذي وضع لنا ذاك الحظ وإذا الأمانة قسمت في معشر أوفى بأوفر حظنا قسام وإذا قسمت الأمانة بين أقوام وفر وكمل يعني من أقوام نحن سنأخذ القسم الأكبر أو النصيب الأكبر والأكثر منه وإذا الأمانة قسمت في معشر أوفى وأوفر حظنا قسام قسام وهو هذا أيضاً كالحديث فيه أننا سنأخذ الحظ الأكبر والنصيب الأكبر وهم ربيعون وقلنا نحن هنا في بيت الأخير أنما تذكر ربيعون المجاور فيهم ورملا تتطاوله وعاموا يعني من كان بجوارنا فإنه سيسعد وسيهن هم ربيع لمن جاورهم وربيع معنى أنه سينفعهم وعلم جودهم وليستطيع أحداً يغزو أو أن يعترض طريقهم وأن يأتي إليهم ما القيم التي أوردها الشاعر وجاء الإسلام ليؤكدها وهذا دليل عنها أنه ما بعثت لي تمم مكانه من أخلاق هنا قيم ذكرها لبيت جاء الإسلام وأكد ذلك ويتممها ما هم القيم؟ جميل القيم طبعاً التي ذكرت مكانه من الأخلاق وإضاء التكافل وإضاء الرضاء والرضاء بالنصيب يعني كيف أن الله سبحانه وتعالى قد جعلنا هذا القسم وهذا النصيب فنحن نرضى بما قسم الله لنا احفظ الأبيات جميعاً تحفظ هذه الأبيات كاملة طبعاً هنا في بعض النشاطات التعلم في خصائص الشعر الجاهلي خصائص الشعر الجاهلي خصائص الألفاظ طبعاً لاحظ هنا في خصائص الألفاظ تميلوا معظم ألفاظ الشعر الجاهلي إلى الفخامة أكثر ألفاظ الشعر الجاهلي إلى الفخامة لكنها ترق في بعض المضامين وتزداد فخامة وغرابة في مضامين أخرى من خلال استعراض القصائد الجاهلية التي تحدثنا عنها سابقا نكتشف المضامين التي ترق معها ألفاظ الجاهليين والمضامين التي تظهر فيها ألفاظهم فخمة أيضا هل في ألفاظ الجاهليين عجمة أو لكنة أو خطأ؟ هل هناك في ألفاظ الجاهليين عجمة أو لكنة أو خطأ؟ هنا القصائد التي ترق معها القصائد الجاهلية أن هناك في الأقصاد الفخر والحكمة في الفقري والاعتزاز هنا أيضا فيها فخامة وجزالة وقوة في بعض الغزال والرثاء وبعض الحكمة تجد أن فيها شيء من الرقة البسيطة لكن أغلب ألفاظهم هي ألفاظ جزلة مستمدة من بيئة البدوية طبعا ليس في ألفاظ الجاهليين عجمة ولا لكنه لأنهم أصلا من الجزء العربي ولم يخالطوا غيرهم بل هم الفصحاء العربين أنفاظهم وليس فيها حتى خطأ هنا خصائص المعاني من خصائص المعاني في الشعر الجاهلي خلو من المبالغة معانيهم خالية من المبالغة ما معنى ذلك؟ كذلك يكفي قارئ الشعر الجاهلي معرفة ألفاظ الجاهليين يتضح له المعنى بشكل كبير وذلك يعني أن المعاني الجاهلي خالية من ماذا؟ إذا عرفت الألفاظ عرفت المعنى وكذلك من خصائص المعاني الجاهلي هو الاستطراد ما هو الاستطراد؟ إذا خصائص المعاني في الشعر الجاهلي خلو من المبالغة ويعني ذلك ما معنى الخلوم المبالغة أحسنتم هنا معناه الوضوح أن المعاني واضحة ليس فيها تلك المبالغة يكفي قارئ الشعر الجاهلي معرفة ألفاظ الجاهليين يتضح له المعنى حتى يعرف المعنى بشكل كبير وذلك يعني أن المعاني الجاهلي خالية من ماذا؟ جميل خالية من الغموض معنى أنك بإمكانك أن تقرأ المعنى أو تعرف ألفاظ ثم تعرف المعنى لأنه ليس معنى غامضا وإنما واضحا فقط أن تفهم تلك الألفاظ من خصائص المعاني الجاهلية الاستطراد ما هو الاستطراد؟ جميل الاستطراد هو الخروج من معنى إلى آخر معنى أنه يتحدث في موضوع ثم يخرج من هذا الموضوع إلى موضوع آخر ثم يعود مرة أخرى وهذا الكلام عنه الاستطراد يكثر وكذلك حتى في قصائدهم فيبدأ بالغزل والفخر ثم وصف الرحلة والناقة ثم بعد ذلك الغرب في الشعر ما يسمى بالوحدة الموضوعية في القصيدة ذلك أن القصيدة تدور حول موضوع واحد ويرى النقاد أن الشعر الجاهلي لم يتسم بذلك أبدي وجهة نظرك في مدى التزام الشعر الجاهلي أو عدم التزام بوحدة الموضوعية وحدة الموضوعية معنى أن الشعر من أوله إلى آخره في موضوع واحد طبعا لكن نحن نقول أو ذكر النقاد أن القصيدة العربية أو نهج طريقة القصيدة العربية تعد وحدة عندهم لأنهم اعتادوا على البدء بذكر الغزل وفي البداية ثم وصف الرحلة ووصف الناقة ووصف الفرس والفخر ثم الموضوع الذي يتحدث عنه فهذه يعتبر عندهم واحدة مع اختلاف موضوعاتها لأنهم طريقة لهم في البداية لكن ليسوا في موضوع واحد كذلك هنا معظم المعاني الجاهلية منتزعة من البيئة البدوية أغلب المعاني منتزعة من البيئة البدوية وكثيرا ما تجدهم يربطون فخرهم وغزلهم ومديحهم بهذه البيئة تمثل بثلاثة بيئات شعرية تتضح فيها البيئة بشكل كبير وعود إلى القصائد أمريل القيس وكذلك طرفه وعند ترى واذكر هذه البيئات خصائص الخيال هنا بعد قراءتك للقصائد الجاهلية يمكن وصف الخيال في الشعر الجاهلي بأنه خصب واسع حيث تعبر الصورة فيها عن حس فني ومخيلة مبدعة ودقة ملاحظة حسي الصور في معظمها حسية تمثل البيئة البدوية غير متلاحق الصور في القصيدة الجاهلية طبعا غير متلاحقة لكنها تكون كذلك في أحيان أقل كما في قصيدة أمريل القيس قصيدة أمريل القيس المكرر مفر مقبل مدبر معا هذه بعض الصور له أيطار ضبي وساقان عامة وإرخاء سرحان وتقريب تدفره ذكر أكثر من صورة في بيت واحد وهذا قليل جدا لكن أغلب الصور هي صورة واحدة منتزعة من البيئة البدوية خصائص العاطفة هنا إطار معرفية وخصائص مستنبطة العاطفة هي أحد أركان الشعر الغنائي وتعني صدق التعبير عن خلاجات النفس وإحساسها بالمعاني النفسية كالحب والكره والحزن والفرح وإثبات الذاتي أو نكرانها والحماسة والغيرة والإعجاب وصدق العاطفة لا يعني التعبير الحقيقي عن الموقف عن المواقف الأحداث على أرض الواقع بل مقصود هو الصدق في الإحساس هو الصدق في الإحساس بتلك المعاني والقدرة على التأثير في حس المتلقي وتعد العاطفة الجسر الذي يعبر من خلاله المتلقي أو يعبر من خلاله المتلقي للنص الأدبي يتأثر به ويطرب له ويشعر أنه يعبر عنه وللعاطفة علاقة كبيرة بالحالة النفسية للأديب وقد قيل قديما لأحد شعراء هذيل لماذا كان رثاءكم لأمواتكم أجود شعركم فقال لأننا نقوله وأكبادنا تتقرح مما تقدم يمكن القول إن عيون الشعر الجاهلي التي تقدمت معنا أو غيرها كانت العاطفة فيها صادقة قوية غير متوارية وحملت كثيرا من المعانات التي يواجهها الجاهلي في ظل بيئة قاسية وحياة صعبة على كافة المستويات فلو تتبعنا الشعر الغزلي الجاهلي إذا وجدناه يعبر عن الألم والفرح والأمل والحزن والمرارة وفي الفخر يعبر عن الاعتزاز والإدعاء وفي الرثاء سنجد الحزن واللوعة إلى آخره من تلك الأمثلة تهدي على صدق عاطفتهم وصدق العاطفة في الشعر الجاهلي إن الدافع أصلا إلى قولة قصايد هو دافع حقيقي هذا ما أردنا أن نورده في هذا الدرس صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين موسيقى